على خلاف كل المناظرات الرئاسية الأمريكية التي بدأت منذ عام 56 وتسعمائة وألف والتي غالباً ما كانت المواضيع المطروحة فيها هي القضايا الأكثر جدلاً في وقتها كانت المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن المرشحان الرئيسان لشغل منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية شجاراً فوضوياً تعرض فيه المرشح الجمهوري ترامب للتوبيخ عدة مرات من غريمه الديمقراطية في الحقيقة الكل يعلم أن ما يقوله الرجل مجرد أكاذيب أنا لست هنا لأتحدث عن أكاذيبه الكل يعرف أنه كذاب وعلى الرغم من أن الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية قد ألغيت بسبب إصابة ترامب فيروس كورونا وإعلانه أنه لن يقف لمواجهة بايدن في مناظرة ثانية فقد استعادت اللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسية بالمناظرة الملغى بلقاءات جماهرية اختار بايدن فيها بنسلفانيا بينما اختار ترامب فلوريدا المتأرجحة والحاسمة في آخر انتخابات الرئاسية لتكون مركز بثهما وحديثهما للجماهير ولم تخرج اللقاءات المتلفزة كثيرا عما خرجت به الجولة الأولى للمناظر الرئاسية إذ تبادل المرشحان التهم وإن كانا قد تراجعا كثيرا عن سقاطاتهما في المناظرة الأولى لأسيما فيما يتعلق بالتعاطي مع أزمة فيروس كورونا أهم النقاط التي ركز عليها المحاورون مع كل المرشحين هي أزمة كورونا ففي الوقت الذي بشر فيه ترامب بقرب انتاج لقاح للفيروس كذب بايدن ادعاءات ترامب واصفا ادعاءاته بغير الصحيحة داعيا إلى معيار وطني لمكافحة تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا في الولايات المتحدة الأمريكية أمام هذا كله يبدو أن مناظرات انتخابات هذا العام ابتعدت كثيرا عما أسست من أجله وذهبت إلى شكل استعراضي تصادمي على النحو الذي يحبه الشعب الأمريكي ويتقنه الرئيس ترامب ليجر منافسه إلى المربع الذي يتقنه من أجل العودة إلى البيت الأبيض ترجمة نانسي قنقر